أهلا بك عزيزي المتابع في الحلقة العاشرة من هذا الكورس المميز أهم 200 مصطلح باللغة الإنجليزية هدفنا نحفظ جميع الكلمات من أول مرة كما اعتدنا في غناصة فيرس أكاديمي لتحفظ من أول مرة تكرر بصوت عالي خمس مرات بصوت مرتفع خمس مرات طيب اكتب الكراس والقلم ضروري جدا أن نحذر كراس وقلم وتكتب أيضا قم بإجراء الاختبار في نهاية هذه الحلقة بهذه الدقائق سوف نتعلم المصطلح مع الأمثلة عدنا مراجعة سريعة للكلمات المرت علينا بالحلقات السابقة من هذا الكورس Ask somebody out, ask around, add up to something, blow up, back something up, blow something up, break down, break into, break in واليوم أيضا break in قد تستغرب لماذا break in وbreak in؟ نعم لأن break in يأتي بعض الأحيان بالحلقة التاسعة شرحناها بمعنى مختلف عن حلقة break in لليوم رح نأخذ معنى آخر لكلمات break in يلا نبدأ ببريك انترابت بمعنى انترابت تعرف معنى انترابت بمعنى قاطع قاطع أو فصل يعني بالانجليزي إذا تقاطع تدخل في حديث شخص ما أو نشاطه أنت تقاطع أنت تقاطع بالكلام break in يأتي بمعنى قاطع بالكلام قاطع كلام شخص شخص يتكلم أو شخص يفعل شيء activity معين انت تقاطع هذا اسمه break in خلي نحفظ مصطلح break in مرة ثانية خمس مرات يلا نبدأ break in break in break in break in break in أحسنت أروح للكلمات الجديدة راح أتمر علينا بالأمثلة ناخذها بشكل سريع stole break in's apartment خلي الآن أروح للمثال الأول the TV station the TV station محطة التلفزيون broke in the report to report the news of the president's death قطعت المحطة التلفزيونية لنقل نبأ وفاة الرئيس يعني قطعت حتى تنقل خبر وفاة الرئيس the TV station broke in to report the news of the president's death خلينا نقرأ خمس مرات أنا وأنت بصوت مرتفع بدون من النزعج الآخرين حتى نتعلم اللفظ الصحيح the TV station broke in to report the news of the president's death المرة الأولى الروح للثانية the TV station broke in to report the news of the president's death the TV station broke in to report the news of the president's death the TV station broke in To report the news of the president's death وآخر مرة The TV station broke in To report the news of the president's death أحسنت وصلنا للهدف مالا نقرأناها خمس مرات أروح للمثال الثاني She told you to stay here Mike broke in هي أخبرتك بالبقاء هنا Told you أخبرتك to stay here بأن تفقى هنا قاطع مايك مايك broke in قاطع مايك خلينا نقرأها خمس مرات الآن She told you to stay here مايك broke in She told you to stay here مايك broke in She told you to stay here مايك broke in She told you to stay here آخر مرة She told you to stay here مايك broke in أحسنت حققنا هدفنا حفظنا هذه الجملة ورح نتأكد أنا وانت بعد قليل مراجعة سريعة لbreak in كانت عندنا جملة الأولى فهمت معناها؟ فهمت معناها؟ ممتاز خلوح للجملة البعدها فهمت معناها أكيد؟ أحسنت خلينا الآن نروح إلى الاختبار ونتأكد أنه فعلا حفظنا رأي سؤال الأول fill in the following blank the TV station broke into the news of the precedence شنو نخلي بهذه الفراغات؟ فكر شوية يلا نتأكد إذا عرفت الإجابة أكتب ليها بالتعليقات حتى نتأكد من عده طيب the TV station broke into صحيح report the news of the precedence death صحيح وفاته وفات الرئيس سنت الروح للسؤال الثاني translate from Arabic to English أخي أخبرتك بالبقاء هنا قاطع مايك قاطع مايك شلو نقولها باللغة الإنجليزية؟ يلا نجرب she told you to stay here أحسنت مايك broke in أحسنت سؤال الثاني حاول أيضا أن تكتب للإجابة حتى تأكد أن كتابتك صحيحة بالتعليقات سؤال الثالث هو اقرأ هذه الجملة بصوت عالي أكيد تعرف تقرأها كتابة مات بشكل صحيح break in break in كيف أن أكتب break in؟ أكتب ليها بالتعليقات أحسنت خلصنا الآن الحلقة العاشرة وانتظرنا بالحلقة الحادية عشر بالدرس القادم رح يكون عندنا مصطلح جديد مميز ومهم أيضا ضروري أنه تضغط على اشتراك بالقناة وتفعل زر الجارس حتى تحصل على هذا الدرس وجميع الدروس أيضا أما إذا كنت أول مرة تابعة وتريد تحصل على الكورس كامل تروح على قناة سفرس أكاديمي تضغط على playlists بعدين تروح على أهمتها مصطلحة باللغة الإنجليزية تلقى الدروس بالتسلسل من الحلقة الأولى إلى العاشرة هذه وجميع الحلقات القادمة طيب أما مكافأتك بما أنك وصلت إلى نهاية الحلقة أكيد أنت شخص مثابر ومهتم بتعلم اللغة الإنجليزية وبتطوير نفسك لهذا السبب اسمح لي أن أسألك خطة شخصية تتدرب بها باللغة الإنجليزية من الصفر إلى الاحتراف في برنامج المدربة الإنجليز الشخصي سوف أكون في تواصل معك بشكل مستمر وأخذك من المستوى الذي أنت به إلى الاحتراف بإتقان الإنجليزية محادثة كتابة استماعا وفهما بكل ما تحتاجه بخطة ثابتة وبزمن معين إذن إذا تريد تتواصل معي ستجد رابط أسفل هذا الفيديو في مربع الوصف اضغط عليه مع الواتساب راح تواصل إلي وراح تواصل معك إن شاء الله نخلي هذا الخطة ونبدأ بالتدرب فورا شكرا لك على المتابعة وانتظرنا بالحلقة القادمة إلى اللقاء